وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة عقب زيارة المملكة العربية السعودية عقد خلالها جلسة مباحثات مشتركة مع العهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وبحضور وفداء البلدين وقد ركزت تلك المباحثات على قضايا الساحة الإقليمية ومكافحة الإرهاب توجهت وسائل الأعلام العربية والعالمية إلى نقل ما جاء خلال القمة المصرية السعودية التي عقدت بالرياض بلقاء الرئيس السيسي والعهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصف بالهام نظرا للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية اللقاءات المتعددة التي جمعت الرئيس السيسي والعهل السعودي طالما كانت نواتا انطلقت منها حلول للأزمات التي تعصف بعدد من الدهل العربية لا سيما فيما يتعلق بالملف السوري والأزمة اليمنية والأوضاع في ليبيا إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب المباحثات التي عقدت على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تضمنت استعراض عدد من الملفات الإقليمية حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجهها الأمة العربية بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بدول طالما أنهكتها الأزمات ملف مكافحة الإرهاب كان حاضرا وبقوة على طاولة المباحثات المصرية السعودية في الرياض هاتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذي تعيشه المنطقة العربية يستوجبان سياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأسره وتستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء المراقبون للمشهد يؤكدون أن هذه القمة التي ضمت جناحي الأمة العربية إنما تعكس طبيعة العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية التي طالما اتسمت بالقوة والاستمرارية نظرا للقوة والمكانة التي تحتلها كل البلدين ترجمة نانسي قنقر